بسم الله هنبدأ درس الخامس مع جوجل مابس هنأخذ المراد الحاجة اسمه يوزر انترفيس كنترول الكنترولز الموجودة في الوزر انترفيس عموما لما يجب نفتح هاي ماب عندنا اول حاجة الزوم الكنترول بتاع الزوم نستخدمه يبقى زرار الناقص يبقى موبرين في الطرف لو عربي يبقى عالمين لو بلز يبقى عشمال لكي نقلل ونكبر ونصور كما نريد الماب من على سلايدر العالمين او عشمال سلايدر ده طبعا على حسب شكل الماب لو كان عربي يأخذ الجنب العالمين من تحت لو كان يعني زي الماب اللي احنا عملناها كده مثلا بالعربي فجاء هنا الزوم هو اد الزاد والإه والنقص بتاعي ماشي البان وده بيبقى فوق الزوم سلايدر دوت ودوت عشان تقدر تتحرك في الماب البان ده اللي هو الشخص ده ده لما كنت عايز تتمشى مثلا لم يكن على سبيل سلبة اللي تتتحرك فيه وكنت تتمشى في المكان اللي انت في المكان اللي انت طلب ده بلوقت ما بتطلب انت انك انت تطلب البان ده هو بيبدأ يشتغل معك عاقص ان تنزل في المكان اللي انت عايز تتحرك فيه او كب مفتوحة يعني يعني مش كل مطر انه موح فيها اللي هو ده انه عبارة عن تجول فإن تجول الفطرات يمكنك التتمشي في الشوارع قد أسامك تكون مهمة أساسية لا تعلم بالنسبة للبان الماب طيب مقدر طبعا تحدد مكان لطوبرايت كورنر لعلمين من فوق للماب بتديك الماب دي اوبشنز بانك تشوف ستالاية رودماب ترين زي ما شفنا وكام بكل خلاص دي طبعا الماب طيب بتبقى موجود عندنا نهوة عاس شوفها امر صناعي عاس شوفها خريطة او تدريس الى اخره خريطة متضمون التدريس او غير متضمون التدريس الى اخره طيب ده الماب طيب اخر حاجة للستريت فيو ما بين البان ايكون والزوم سلايدر بيقافي عندنا بيجمان ايكون بالدرج الايكون ده وتحطه في الوكيت عشان تشوفه بالستريت فيو ده 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 البان اللي هنشوفنا من شوية احنا بس استعجلنا كده للستريت فيو اللي هنشوفنا ده ده اللي عشان تبقى تشوف ستريت فيو ده انك شايف الشارع ما البان ده كان بيبقى موجود هنا كده كان عبارة عن كده عن ايكون كده زي زي جي بي اس ساعات او زي اربع اسهم كده من جامعي الجهات كده خطرا من الفترة بتتغير يعني على حسب شكل الفترة او ده الستريت فيو خلاص وده الزومينج تكبير وتصغير خلاص وده الرؤية الافتراضية للشوارع وكده طيب دول الاربع ديفولت كنترولز اللي موجودة اول حاجة بنا عادينا نشوفها ازاي وان امتى بندسابل ديفولت يو اي كنترولز اللي موجودة في جوجل ازاي نعملها ديسابل ديفولت يو اي على الماب اوبشن يعني ازاي نوقف او او نعرض حاجة معينة او كنترول معين او زرار معين ماشي عشان نعمل ده احنا ممكن ندسابل ديفولت يو اي كنترولز ديت من خلال خاصية كما احنا ذاكرين كده اسمها ديسابل ديفولت يو اي لما نخل الكومة بتاعتها true في الماب اوبشن يعني اي حاجة بحاجات دي ممكن نخط الكومة بتاعتها true في الماب اوبشن يعني على بسبيل المسال ناخد كده مثال من الامسان تعالى نوقفهم كلهم تعالى نروح على اللود ماب بتاعتنا فين الماب اوبشنز ادي الماب اوبشنز اللي كان فيها السنتر والزوم والماب تايب اي دي او جايل له كلام جميل كومة وكمان هزويد لك في الاوبشنز حاجة ثانية اللي هي دي سيبل خلاص هتوقف الديفولت يو اي ما كده معناها وقف للزرائر اللي ايه الديفولت اللي بتطلع لي وطوله ايوة واقف ايوة دي يعني true خلاص وعملت save وارجع اعمل الفريش لللود ماب تلاحظ اي اعطول هو عمل اصلا اعطول اللي حصل اللي حصل شالة الايه الزرائر اللي كانت موجودة اللي كانت ظهر هنا لعشان نكبر ونصغر ونحول وكله تشال صح كده بدي اول حاجة نعملها ان احنا نديسيبل الايه اليو اي ديفولت كنترولز كلها ونشيلها من على ايه من على الماب طيب كلم جميع